موسيقى قائد محور تعز اللواء خالد فاضل يصرح غاضبا لا نمتلك كاسحة ألغام واحدة فما هي مشكلة الألغام التي تحدث عنها القائد وما هي خطورتها على عمليات التحريف وأكثر من ذلك ما هي خطورتها على المدنيين بحسب المنطقة العسكرية الرابعة فإن فرق نزع الألغام انتزعت أكثر من 132 ألف لغم بين مارس لعام 2015 ويوليو لعام 2017 في عدن وأبيا ولحج والضالع وقد دفع ثمنها قرابة 20 فردا من برنامج مكافحة الألغام بالإضافة إلى آلاف المدنيين لكن تحقيقا لرويترز قال إن فرق جبهة الساحل الغربي انتزعت أكثر من 40 ألف لغم إضافيا في تلك الجبهة بين إبريل لعام 2017 ويناير لعام 2018 وقد كانت موزعة على هيئة صخور برية وألغام مضادة للأفراد وألغام خارقة بصنع إيراني ويعود تاريخ زراعة الألغام في اليمن إلى الحرب الإمامية ضد الجمهورية في الستينات وتركزت في محافظات الجوف وعمران وصعدة بالإضافة إلى مديريات صنعاء ورغم انضمام اليمن إلى معاهدة حظر الألغام في عام 1998 وإعلانها خلقوا البلاد من الألغام في عام 2002 وبعد تدمير مخزونها السابق فإن منظمة Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان رصدت ألغاما جديدة لم تكن في الخدمة استخدمتها قوات صالح والحوثيين بعد العام 2011 كما قالت بأن الحوثيين يبدون قسوة متوحشة جاه اليمنيين بزراعة الألغام أكثر من ذلك في تقرير لمؤسسة أبحاث التسلح إن إيران زودت الحوثيين بمعدات وألغام خارقة ومكنتهم من صناعتها على هيئة صخور مموهة ولديها قدرة شديدة على الانفجار واختراق العربات المدرعة ومن الصعب إزالتها وأعلنت منظمات بمناسبة اليوم العالمي للألغام الذي كان قبل أيام بأن اليمن أكبر دولة عربية تنفجر فيها الألغام ورغم عدم معرفة عدم الألغام المزروعة فيها فإن الحقيقة المؤكدة بأن الحوثيين أكبر زارعين للألغام في العالم بما فيها المناطق المكتبة بالسكان كما يوزعونها دون خرائط وبقصد السهداف المدنيين وفقا لريترز وواتش وكما تكلف زراعة الألغام اليدوية والمضادة للأفراد والمدرعات الحوثية من 3 إلى 12 دولار لللغم الواحد فإن نزعها يكلف بين 300 إلى 1000 دولار أي أن تكاليف انتزاع الألغام أكثر بمائة مرة من زرعها دخلت الحرب في اليمن مرحلة حاسمة على وقع وطيرة المعارك المتسارعة في جبهة صعدة مع قل المتمردين الحوثيين ومع كل تقدم أو خطوة لقوات شرعية في صعدة تتحسس الميليشية نهايتها نهاية يترقبها الشعب اليمني كله وتعمل للوصول إليها قوى وجيش وطني بعزم على هزيمة ودحر المشروع الفارسي وأداته الحوثية السلالية هدف أكدته تصريحات رئيس الحكومة ومحافظ صعدة خلال لقائهما في الرياض للوقوف على التطورات العسكرية في جبهات صعدة وتكتسب معارك صعدة أهمية استراتيجية فهي بمثابة الضربة القاضية للإطاحة بالميليشيا التي نهبت كل موارد وأسلحة الدولة وخبأتها في أوكارها في صعدة معارك تشتد وتتسع ومزيد من القوات تابعة للشرعية تصحف من خمس محاور لقطع رأس الأفعى الإيرانية في وكرها منطقة مران وكر الفتنة والإرهاب ومنطلق رأس حربة المشروع الفارسي التخريبي مشروع قال محافظ صعدة إن أبناء صعدة في طليعة اليمنيين العازمين على دحره واشتثاث ميليشياته ومع كل تقدم ميداني لشرعية تعد الميليشيات الحوثية أنفاسها وتقترب مرحلة الحسم مع تزايد المؤشرات على فعالية التكتيك العسكري الجديد للجيش الوطني والتحالف العربي تكتيك أشاد به رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر خلال استقباله محافظة محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوايري وكشف بن دغر عن قوة عسكرية ضاربة واستحداثات ميدانية تستعد لإخماد فتنة ميليشيات الحوثي الإيرانية في عقر دارها بمحافظة صعدة وقال إن ميليشيات الحوثي الإيرانية لن تصمد أمام تلك القوة التي تمضي فيها قوات الجيش الوطني وأشهد بن دغر بالتكتيك العسكري الجديد الذي وضعه قادة الألوية العسكرية بالتنسيق مع قادة التحالف العربي بقيادة الصعودية لهزيمة الميليشيا واشتذاث جذورها المتطرفة سلاليا وفكريا ويبدو أن تفعيل وفتح المزيد من الجبهات داخل صعدة يحمل في ثنايا مفاجآت مرتقبة من شأنها التسريع في سقوط الميليشيات الحوثية سقوطا كليا ويرى المراقبون أن نتائج فتح الجبهات الجديدة في مديرية الظاهر ومناطق أخرى بصعدة رسخت أقدام قوات الشرعية والتحالف وحققت نتائج في وقت قياسي ومع السمرار هذا التكتيك الجديد والدفع بمزيد من القوات نحو مدينة صعدة ونحو مران تتزايد احتمالات ترنوح ميليشيات الحوثيين وانهيارها في أي وقت ويرى مراقبون أن العمليات الجارية في عمق المتمردين الحوثيين قد تكشف في قادم الأيام أنهم أضعف مما يبدون عليه في المحافظات الأخرى حيث يواصلون شن هجمات عبثية في جبهات متعددة ويدفعون بالمزيد من عناصرهم ومجنديهم إلى الموت نحن الآن في أحد الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي في هذه الجولة الخاصة لقناة المشباب التي أردنا من خلالها أن نرافق انتصارات الجيش الوطني في هذه الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي هنا معنا أحد أرفاض الجيش الوطني وحدثنا أين نحن الآن بالضبط وعن طبيعة العملية التي تم إطلاقها يوم الأحد الماضي مرحبا أين نحن الآن بالضبط؟ نحن الآن في الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي تم تحريض مدينة ميدي بالكامل نحن في آخر الأحياء الجنوبية التقدم مستمر في الاتجاه المطلوب والمعنويات الشباب عالية والآن المجاهدين في معنويات عالية والتقدم مستمر إن شاء الله وننك تفي بتحرير ميدي إلى بتحرير اليمن كامل ميدي تحررت بالكامل خلال يومين القادمين حررها خلال يومين أمس وقبل أمس قبل أمس تحررها كل المناطق الآن نحن في آخر الأحياء المنودينة ماذا عن الخسائر الحوثيين؟ خسائرهم القتل بالعشرات قتلتهم هنا في هذا المباني بالعشرات والأسراء بالعشرات أمس وقبل أمس والآن ناعد فيها قناصين وفراد محاصرين في آخر الأحياء الجنوبية ماذا عن دور طيران التحالف العربي؟ الطيران التحالف العربي كان دوره بارز الشكر للتحالف العربي الشكر للمملكة العربية السعودية وجمهورية سودان شقيقة في المساندة الطيران مستمروا حتى حليه حتى الآن يستهدف تجمعاتهم القادمة والحمد لله لكل شيء سابر والتقدم مستمر والحمد لله وهنا معنا أحد أفراد الجيش الوطني وهو قائد بجموعة التي حررت هذا المكان يتواجد معنا هنا لكي نستطيع منه أكثر عن طبيعة العملية التي تمت أين نحن الآن بالضبط؟ نحن الآن في مدينة ميدي ماذا عن الألغام؟ كيف تعاملتم مع الألغام؟ الألغام متواجدة في المدينة بشكل كثيف زراحة الحوثي من أجل أن يختفي خلف الألغام ولكن الآن فرقة الهندسة تقوم برزع الألغام ونحن نتقدم بخطوة ثابتة من أجل أن لا ننهيك أفرادنا اليوم الثالث على التوالي للاستمرار العملية هل لازالت مستمر للعملية حتى يتم تحرير ما تبقى من الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي؟ العملية مستمرة حتى تحرير مدينة ميدي بالكامل وإن شاء الله وصولا إلى مثلث عاهم من أجل قطع الإمداد على الحوثي داخل مدينة حرغ وتأمين مدينة ميدي من مليشة الانقلاب إذن لا زالت العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في يوم الأحد الماضي مستمرة لليوم الثالث على التوالي حتى كما سمعتم حتى يتم تحرير ما تبقى من الأحياء الجنوبية التي لا زالت تتخبأ أو تتمترس فيها بعض الجيوب المليشية سعد القاعد لقناتهم شباب من الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي بينما تناور إيران وميليشياتها في اليمن بتصريحات كلامية عن استعدادها لعملية سلام توقف الحرب الدائرة منذ أربعة سنوات تتحرك الاستراتيجية الإيرانية على الأرض بتزويد ميليشياتها الحوثية بقدرات تطوير الدفاعات الجوية ليتسنى لها إعاقة أي نجاح قادم لعملية السلام وبحسب تقرير لمعهد واشنطن للدراسات فسيؤدي تهريب نسخ صوارخ إيرانية الصنع تستخدم كدفاعة جوية إلى تهديد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية التقرير الأخص خلفية تطور الدفاعات الجوية التي يستخدمها وكلاء إيران الحوثيين بدءا من استيلائهم على غالبية المخزون الحكومي من صواريخ سام والرادارات المرتبطة بها وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة غير أنها لم تشكل تهديدا خطيرا على طائرات التحالف العربي وأضحى الكثير منها قديما وبحاجة إلى تصليح كما دمر التحالف العديد من مواقع الدفاع الجوي الثابتة والرادارات والطائرات الاعتراضية فكيف بدأت عملية تطوير دفاعات وكلاء إيران الجوية إذن؟ الإجابة ربما أضحت بديهية وهي أن إيران تقف وراء تطوير دفاعات ميليشيات الحوثية وهو ما يعززه التقرير الصادر عن معهد واشنطن وبفضل إيران تمكن وكلاءها الحوثيين من التوصل إلى تدابير مبتكرة مثل تطوير صواريخ حرارية جو جو روسية الصنع لتصبح أسلحة مضادة للطائرات وتستخدم الشاحنات كمنصة إطلاق إذن يصعب مواجهتها لأنها لا تعتمد على التوجيه بالرادار القابل للكشف بالإضافة إلى ذلك وبالاستناد إلى أدلة قدمها التحالف العربي يبرز خطر صواريخ صياد الإيرانية ليس باستخدامها أرض أرض وحسب بل أنها تتضمن منظومات تضرب أهدافا عالية الارتفاع هذا إن شاء الله